فيما يواجه العالم خطر انتشار فيروس كورونا تواجه اليمن ذات الفيروس بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تستند لجملة من القرارات تتخذها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة لمنع وصول وانتشار الفيروس حيث صدرت مؤخرا قرارات بإيقاف العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد والحد من ساعات الدوام في معظم المرافق الحكومية كما أصدرت وزارة الأوقاف بأن انقضى بإغلاق المساجد إلى أجل غير مسمى بالإضافة إلى إغلاق المراكز التجارية وأسواق القات والفنادق في عموم مديريات عدن أنا بيع بالحبة حبة حبتين فقط يعني كمامتين مئة حبة كم بوزهم كم ببيعهم وسعره الآن كان خمس متر ريال الآن ستة ألف ريال وأنا ما لغيش عدو ثنين الباكة تنزلي فقط فشحة المعاقة ما تمش موجودة الكمامة ما تمش موجودة تكاد تكون منعدمة وفي ذل الدعر الذي أصاب الجميع ينتظر المواطنون من وزارة الصحة القيام بالإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ مراكز حجر صحي ودعم القطاعات الطبية بالمستلزمات والمعدات الطبية الضرورية نحن مستعدين استعداد كامل سيادة الوزير الدكتور ضاعوم عامل كل الاحتياطات والترتيبات والتجهيزات إذا حصلت وانتشرت فيروس وباء الكورونا فنحن مستعدين استعداد كامل وعملين حملات توعوية تثقيفية عن انتشار المرض وما هو الوقاية منهم ما فيش تصريحات صريحة من عندهم ولا حقيقية كلهم لما يتكلموا الدكاترة يشكروا الوزير ايش اللي عمل الوزير ولا وزارة الصحة ايش اللي عملت ولا عملوا حاجة ثم تم خاوف كثيرة تقلق المواطنين لعل أبرزها وصول الفيروس وانتشاره في ظل ضعف المنظومة الطبية وتعرضها للإهمال الشديد بسبب الانقلاب والحرب بالإضافة إلى التساؤل الأبرز حول الدور الذي تلعبه وزارة الصحة في هذا التوقيت الحرج وإدارة حملة ضد فيروس كورونا وهل هناك تدابير استثنائية تتخذها لمواجهة وصول وتفشي خطر كورونا